2019 عام كان مليئا بالأحداث البارزة في كافة المجالات وفي اتجاه التكامل الاقتصادي وتحقيق تطلعات الشعب ضبطت الكويت بوصلتها أحداث اقتصادية كثيرة شهدتها البلاد كان أبرزها خصخصة بورصة الكويت أقدم أسواق الأسهم في المنطقة لتصبح مملوكة من قبل المواطنين بنسبة 50% وعلى مستوى التطور أيضا تم الترقية البورصة إلى مصاف الأسواق الناشئة لتدخل الكويت عبر بورصتها إلى نادي الأربعة عشر تريليون دولار وهي أصول مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في ظل توقعات باستقبال السوق أكثر من ثلاث مليارات دولار في مايو المقبل فيما شهدت البلاد رسميا تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي كان بمثابة نقطة تحول للاقتصاد الوطني حيث طرحت عبره شركة شمال الزور الأولى لتوليد الكهرباء وتحلية المياه للاكتتاب العام ليصبح نصيب المواطنين فيها بنحو 50% لينطلق بعدها قطار خسخصة المشاريع الحكومية ضمن الخطط التنموية وإشراك المواطنين في ملكية المشاريع الكبرى بما يفتح رئة جديدة للقطاع الخاص ليشارك في العملية التنموية بشكل أكبر وعلى مستوى إنجاز المشاريع والذي شهد ارتفاعا طفيفا إلا أنه كان الأسرع في المنطقة حيث تم خلال العام إنجاز مشروع جسر الشيخ جابر الذي يعد من أكبر المشاريع التنموية في البلاد كما يعتبر رابع أطول الجسور البحرية في العالم بتكلفة بلغت 750 مليون دينار أما مصرفيا فقد شهدت البنوك عددا من حركات التخارج والاندماج خلال العام فيما خفض البنك المركزي الكويتي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية لمرة واحدة فقط وتشريعيا شهدت البلاد إنجاز العديد من القوانين ذات الطابع الاقتصادي فيما شكل 2019 نقلة نوعية لبيئة الأعمال عبر حزمة تشريعات وتعديلات لبعض القوانين مثل قانون حماية المنافسة والتأمين وقانون الشركات الجديد وغيرها من القوانين والتشريعات التي دفعت لتحسين ترتيب الكويت في المؤشرات العالمية لتحل لأول مرة ضمن قائمة العشرين دولة الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 كما ساهمت في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وعلى القائمة أيضا قانون الإفلاس وقانون جديد للدين العام الذي سيعمل على معالجة عجز الميزانية ووقف اعتماد الحكومة على السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام لسد الاحتياجات التمويلية وعلى مستوى التصنيف الدولي ثبتت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الاعتماني السيادي للكويت عند المرتبة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة موضحة أنها تمتلك مصدات مالية قوية مكنتها من الوقوف بوجه الأزمات وعلى مستوى الأفراد أكد تقرير لصندوق النقد الدولي أن الكويت احتلت المرتبة الثالثة عربيا من حيث معدل دخل الفرد من الناتج المحلي حيث بلغ معدل دخل الفرد نحو 29 ألف دولار وسط توقعات بزيادته خلال العام المقبل ما تحقق من نجاحات اقتصادية خلال العام يترجم الرؤية السامية بتحويل الكويت إلى مركز ماليا وتجاريا عالمي